اشتركوا في القناة 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 اشتغل معنا صديقي ويشتغل هون بهذا المكان ياثني اللي احكيت لك عنها هادي ياما اه شو صار معك ياما حكييني شو الحادث اه ياما عيسى ثقة يعني لو مش ثقة مش هسأله ما تخافي كيلي عشان ادرس هذا احكي ياما شو شفت الإمالات ياما شوفت الإمالات وعملت حادث ورحت عالمشفى وهلأ طلعت من المشفى وشتلعت ياما شربي ماء ودي حالة كيلي على روعة إمالات ما قبل بسبوعان قبل بسبوعان يبدو أنه قبل بسبوعان قبل بسبوعان بسبوعان وصار في كتير مصاري معبطلت أعرف من وين يجي المصاري صار يقول لي أنه من بعس سيارات صار يقول لي من شغلة بس مو طبيعي الموضوع أم أنا حاولت أن أكتشف الموضوع حاولت أنه أفتح على مواقع التواصل وطلع شو عم بيحكم على العالم شو عم بيحكم على هدار وفقادر شو عم بيحكم لحد ما من كم يوم لقيت فتحت إيميلاته وشفت آخر إيميل شو كان فيه عم بيح أسلحة أنا شوفت أنه هو عم بيح أسلحة عم بتفرج على أسلحة فكرت أنه الشباب يعني بيحوه مو طيع بس ما توقعته يوصل لأنه يبيح أسلحة يعني كتير إنسان أنا كتير بحبه وعنش أنه كتير لحصات حلوه وأنا بعرف بديش هو قلب الطاية مستحيل يعمل أي شيء طب شو علاقت هذا الشي بالحادث؟ كيف صار معك الحادث أساسا؟ لما شفت الإيميل وهو حس أنه أنا بلشت حس فيه وبلشت أعرف أنه في شي غلط في شي أكتشف الموضوع بعدين هو صار أنه يتعامل معي بطريقة كمان غريبة فأنا حسيت أنه لازم أطلع خفتي أنا ما دخلني بالأسلحة فكيبت سيارتي قررتني أطلع وقفت على الإشارة حاولت دعسني الفرام ما قط ما قطع ما قطع ما قطع في السيارة؟ ما قطع في السيارة؟ أكيد هو كان شاكك فيني وخاف مني لأنه يعرف أنه لا أسكت على الموضوع أنا كدير ضد وبيعرف أنتش أنا ضد الجرائم وضدع الأمور كلها بخاف وين انتعامل؟ هامبورك ما اسمه يوزك؟ يوم أحكي له معلك يوم أنا رح يساعدنا اسمه غاسي هل لديك صورة؟ دعيني نشوفها أكيد عم تسأل السيارة يوم ما معلن عشان يساعدنا هل لديك صورة؟ فرجينا الصورة يوم بل كي أعرفه هنشوف هل لديك صورة؟ هل لديك صورة؟ هل لديك صورة؟ ملتي فيه بالسجن بسوريا سجن شو؟ سجن شو؟ كان سجن كان يشتغل عند النظام انت يعني انت تأكد؟ انتأكد مين بعدا متل كتير أشخاص بعثوا النظام لهون مش هيندمروا حياتنا مستحيل مستحيل بس لتعرفت عليه بالكورس وكلنا لا عايشنا كتير لا حياتي مش بتمن لا لا اسمه علي بس حقيقة هو شو يلو علاقة بالنظام سوريا و سجان مش عارف ايش يعني الحين ما لدينا حلاقة هاي القصة سخيية نحن شو يدخلنا هاي دخلات هن لا حينا ما فينا نتهرب من هاي القصة موجودين هنا خلص نحن نشوف لها مكان طال فيه هون انا ما دخلني انا ما دخلني بالنظام غير النظام وتعليقت عليه وكان إنسان طبيعي وفجأة هم ببيع اسلحة هلنا عم تقولي انه هو كان زرجان شو مش عنايك لازم ضروري بتحكم مع المحامية ونوقف عن تحده هلأ خلين شوف لها مكان طال فيه هون وبأمان ونحن شو يفوتنا عيفوتات محامية ومحكمة ومش عارف ايش ما لنا على خبرك هلأ المهم انه انت بأمان مجرد ما رفقت له هون اللي بيصير عليك اللي بيصير علينا هلأ خلف بورديك غرفتك وإذا بتعتازي شي بتخبريني إله أو بتخبريني إلي تمام وبعد كم يوم رجناكي بالقصة كون حكيت مع المحامية مشان نعرف كيف ننتصرها هلأ رايحي؟ اه يا ما هاي خلص صرتي هون وليش شوها الالوان هاي شوها الالوان هاي شوها الالوان هاي يشوفك يا ما يفكرك مش جاي من حادث يا ما الوان بدي ضل أنا بدي ضل أرسم بدي ضل عيش بالالوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وداعنا بالغرب وحياتنا صايرة بكمل حبينا هالغربي والحب يا ما بذل هربان من الهم والغم لاحقنا بشوء الله صايرة مجراحني تضرب هالعيشة واللي يسمى العيشة هولي مش بالحين نفسي عن نفيشة تضرب هالعيشة واللي يسمى العيشة هولي مش بالحين وهني كثر عن نفيشة نفسي 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 أنا أتمنى أن تقلق هنا نفسي هذا أنا أتمنى أن أتمنى أن لقد أمقول أطبي لا نفسي بطريق أشخال كل الأوام اشتركوا في القناة